عرض من الرياض بتسليم رواتب الموظفين اليمنيين المنقطعة منذ سنوات ولكن كصدقة منها كما قال رئيس المجلس السياسي الأعلى وهو ما دفع صنعاء إلى رفض العرض الرياض اشترطت في عرضها وفق مصادر خاصة بالميادين موافقة صنعاء على تجديد الهدنة واستئناف تصدير النفط اليمني وتحويل عائداته إلى البنك الأهلي السعودي لا إلى البنك المركزي اليمني توقفت المفاوضات عند نقطة تسليم الراتب من ثرواتنا النفطية والغازية وكان السعودي مستعد أن يسددها من لديه لكن لا نقول من ثرواتنا النفطية والغازية ماذا يعني هذا؟ يعني أنه يريد أن ينهب ثرواتنا النفطية والغازية ويحولها إلى البنك الأهلي السعودي ومن ثم يتصدق على موظفي شعبنا من لديه وهذا ما رفضناه العرض السعودي الذي تلقته صنعاء في كانون الثاني يناير الماضي بحسب المعلومات اقتصر على تغطية رواتب الموظفين في مناطق سيطرة حكومة صنعاء بالريال السعودي لعام واحد فقط ويقدم كمكرمة سعودية للسلطة وللموظفين اليمنيين جمهوري اليمنيين مطلع في صنعاء تفاوض من مصدر قوة لا يمكن أن نقبل بمكرمة من السعودية في حين تنهب وتسرق ثروات اليمن النفطية والغازية وغيرها المسؤولون اليمنيون قابلوا العرض السعودي بمطالبة الرياض برفع يدها عن تصدير النفط اليمني وتمكين اليمنيين من حقهم في ثرواتهم وعائداتها وهي كفيلة بتغطية رواتب الموظفين في كل البلاد لا جديد يذكر بعد أشهر من توقف المحادثات اليمنية السعودية برعاية عمانية في الملف الحقوقي أو ما تسميه صنعاء الملف الإنساني فلا الهدنة مددت ولا الرواتب دفعت لتبقى الأمور معلقة هكذا على النواحي كافة أحمد عبد الرحمن صنعاء الميادين